رئيس أردوغان يشدد لأنصاره لا تنخدعوا بالنتيجة اعملوا ليلة نهار من أجل أن نحقق الفوز في يوم الثامن والعشرين من شهر مايو ألجاري لاثت للنظر هو زهاب رئيس أردوغان للمناطق والولايات المنكوبة وبالتحديد ولاية هطاي وبالرغم من أن ولاية هطاي تفوق بها كالتشدار ولو بنسبة بسيطة للغاية بمعنى أن النسب كانت متقربة كأن هناك حالة من حالات التساوي وهي مفاجأة لأن أردوغان كان يتأخر في السباق الانتخابي في هذه المناطق في السنوات الماضية لكن تقدم أردوغان في الولايات المنكوبة ما يعطي الصيقة كبيرة من قبل هؤلاء وهو ما جعل المعارضة التركية تقوم بتوجيه شتاء مؤلفظ خارجة لهؤلاء ما جعل هناك حتى انخفاض في شعبية المعارضة لدى سكان المناطق المنكوبة على أي حال أردوغان ذهب لدفنة بالتحديد في ولاية هطاي وقام بافتتاح المستشفى الحكومي وأردوغان خاسرة في هذه المنطقة ونسبة كيلوشدار أقول له كانت نسبة 80% من الأصوات يعني نسبة خيالية مرتفعة تكشف عن حجم يعني لن نقول الكراهية حجم أنه هناك رغبة لدى هؤلاء في إبعاد أردوغان عن الحكم لكن في نهاية أردوغان يقدم لهم الخدمات ويقوم بالفعل بعمل مشروعات لهم وهو ما يحسب لرئيس التركي واجعل هناك حالة من زيادة الشعبية لأردوغان أردوغان 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 اشتركوا في قبل